موسيقى نبدأ تجواننا القصير مشاهدين بين الصحفة العربية لهذا اليوم من صحيفة الاتحاد الاماراتية التي عنونت بين صفحاتها سم الأفاعي لعلاج أمراض الكلاب أشارت دراسة أجرها باحثون فرنسيون إلى إمكانية استخدام السم المستخلص من أحد أكثر الأفاع خطورة على وجه الأرض لعلاج مرض قد يؤدي إلى حدوث مشكلات مميتة في الكلة من أخبار التكنولوجيا نقرأ مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية جوجل تخطط لبناء مدينة خاصة لها تنوي شركة جوجل شراء 16 قطعة أرض إضافية في مدينة سان خوسي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لجمعها معا وتحويلها إلى مقر جديد خاص بنقل البضاء وتخسينها وإلى صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين التي نطالع منها لصقة ذكية لشحن الأجهزة من عرق الإنسان نجح مجموعة من الباحثين في ابتكار لصقة ذكية للجلد يمكنها تشغيل جهاز راديو لمدة يومين باستخدام العرق البشري فقط وهذا يعني أنه يمكن أن تستخدم لشحن الهواتف في المستقبل إلى صحيفة القبس الكويتية مشاهدين وبطارية نووية صغيرة تعمل نصف قرن طورت شركة روس أتوم الروسية بطارية نووية صغيرة قادرة على العمل لخمسين سنة فهي تعتمد نظائر العناصر المشعة لتوليد تيار يكفي لتشغيل بعض الأجهزة الكهربائية التي لا تحتاج الكثير من الطاقة ترجمة نانسي قنقر